السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين أتمنى أن تنال تفسيراتي على إعجابكم سأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الحزاء المقطوع في المنام فتابع معنا أولا تفسير رؤية الحزاء المقطوع لابن سيرين يقول ابن سيرين أن قطع الحزاء في المنام عند لبسه يدل على عدم اكتمال الأمر الذي يسعى إليه الرأي سواء عمل أو مشروع أو زواج رؤية قطع فردة واحدة من الحزاء في المنام هي دليل على الفراق والقطيع والفشل في العلاقات وعدم اكتمالها أيضا رؤية قطع الحزاء في المنام وعدم القدرة على السير يدل على التعب والمعاناة الشديدة التي يعاني منها الرأي رؤية ضياع الحزاء في المنام من الرؤى الغير محمودة والتي تدل على مفارقة الأحباب والفشل فيما يسعى إليه تمزق الحزاء في المنام دليل على المتاعب والهموم التي سوف تصيب الرأي وتشير إلى الحزن والقرب الشديد تفسير حلم انقطاع الحزاء للعزباء تفسير رؤية الحزاء الممزق في المنام للعزباء هو دليل على التأخر في الزواج وعدم القدرة على تحقيق ما تريد تفسير الحزاء المقطوع للعزباء هو إشارة بمررها ببعض المصاعب والأشياء الغير سعيدة كما أن رؤية قطع الحزاء في الحلم للعزباء يدل على الهموم والمشاكل الكبيرة التي سوف تعاني منها رؤية قطع حزاء ليست لها في المنام يدل على أنها سوف تتخلص من الأشخاص الحاسدين والحاقدين عليها تفسير رؤية الحزاء المقطوع في المنام للمتزوجة تفسير الحزاء الممزق في المنام للمتزوجة هو من الرؤى الغير محمودة والتي تعني أنها ستواجه كثيرا من المشاكل العائلية رؤية تمزق حزاء زوجها في المنام هو دليل على ضيق الحال والتعب النفسي والمعنوي الذي يعانون منه في حياتهما كذلك تعتبر رؤية الأحزاء الكثيرة المقطوعة في المنام تدل على الهموم والمصاعب التي تعاني منها هذه المرأة هي وأسرتها تفسير رؤية الحزاء المقطوع في المنام للحامل رؤية الحزاء المقطوع في منام الحامل يدل على أنها سوف تعاني كثيرا في حملها وولدتها كذلك تعتبر رؤية الأحزاء المقطوعة في المنام للمرأة الحامل هي من الرؤى الغير مستحبة والدل على هم وفشل تفسير رؤية الحزاء المقطوع في المنام للرجل من شاهد في الحلم أن حزاءه قد تم قطعه أو انكساره فهذا يدل على حدوث أمر ما يمنعه من الصفر كما يشير تمزق الحزاء في المنام إلى الإحساس بالزنوب المختلفة وأن الشخص قد يؤذي نفسه ويلحق بها الضرر ومن شاهد كأنه كان يمشي في المنام لابسا فردتي حزاء وبعد ذلك انخلعت أحدهما فهذا يعني أنه سيفارج شريكا له أو سوف يفارج أخ وأما الحزاء المهري والممزق إذا شوهت في الحلم لأي شخص فقد يدل على ارتباطه بشخص كان مرتبط به في السابق وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة